حركات واشنطن لخفض التصعيد مستمرة اجتماعات اتصالات ودعوات لمن عند لع حرب إقليمية لكن المساعي قوبلت بتواعد مستمر من طهران التي تقول لا تراجع عن التنفيذ عموما الرد الإيراني لا يزال يتأرجح بين مد وجذب توقيت الهجوم المحتمل غير واضح كما تقول واشنطن أما عن كيفية التنفيذ يرجح أن يتضمن الرد الإيراني موجتين من الضربات وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين مطالعين على الاجتماعات التي أجرها بايدن مع فريق الأمن القومي الأمريكي ضربة واحدة من حزب الله وواحدة من إيران وأذرعها قد تطال مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في وسط إسرائيل وأيضا قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة لكن بالنسبة للمخابرات الأمريكية الأمر غير واضح بخصوص من الذي سيشن الضربة أولا ومنوع الضربات التي سيتم تنفيذها وأيضا الاستراتيجية التي سيتم الاعتماد عليها في مقابل ذلك دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالنت قادة القوات الجوية للاستعداد لكل الاحتمالات في المرحلة المقبلة بما في ذلك الانتقال للهجوم السريع وتجهيز كافة المنظومات الدفاعية وهو ما فسره مراقبون على أنه يندرج ضمن تحضيرات الهجوم الاستباقي الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر